السلام عليكم كيف حاكم أصدقائي ومتابعين في قناة فيوتر كوين فيديو جديد على قناتنا القناة المهتمة بآخر أخبار العملات الرقمي طبعا أصدقائي آخر تحديث وآخر أخبار عملة تيرا لونة أخبار مهمة أصدقائي وهل سيتم إنشاء العملة الجديدة قريبا وما هو موعد إطلاق العملة الجديدة الخاصة بالشركة تيرا لونة طبعا أصدقائي راح نجاب على كل هذه الأسئلة بهذا الفيديو أما باش في الفيديو أتمنى تشتركوا بالقناة وتفعيل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمي طبعا أصدقائي بدء بالوصف احترق لك رابط الانضمام لقاتل تليجرام ورابط الانضمام على الكوكوين طبعا أحترق لك رابط للكتاب مهم جدا تقدر شوف الفيديو الخاص بالكتاب وتقدر تنضم لمنصة كوكوين عن طريق الروابط الموجودة أسفل الفيديو خليكم معنا أصدقائي إلى بعد لاندرو طبعا دوك كونو مؤسس عملة تيرا لونة أو المطور لعملة لونة من 7 ساعات بدأ التصويت على إنشاء عملة لونة الجديدة طبعا لتحويل عملة لونة إلى اسم لونة كلاسيك أو لونة سي طبعا اترك رابط التصويت ومنحنا دخلنا على رابط التصويت حتى نشوف شو صار أو شأن عدد المصوطين طبعا الزقائي لحد الآن 84% من المصوطين صوتوا بيس ووافقوا على المشروع عدد المصوطين 86 مليون مصوط طبعا والأشخاص اللي بتنعوا على التصويت طبعا عددهم 2 مليون مصوط والأشخاص اللي رفضوا المشروع عددهم 446 ألف شخص والأشخاص الناقضين طبعا 12 أو 13 مليون شخص يعني لا أنا مع الانتقاد أو مع النقد طبعا الزقائي لحد الآن عدد المصوطين 102 مليون مصوط طبعا الهدف هو رح يتم إيقاف تصويت عند 376 مليون مصوط طبعا بعد انتهاء تصويت بيشوفوا أي أكثر فئة طبعا بيتم تحديد القرار إذا تم موافقة على المشروع أصدقائي سيتم طرح العملة في يوم 27 مايو أي بعد 9 أيام بدل الآن سيتم إطلاق الشبكة الجديدة الخاصة بعملة تيرا لونة وسيتم إطلاق الرمز الجديد الذي يحمل اسم لونة وسيتتحول عملة لونة إلى اسم لونة كلاسيك وشبكة تيرا سيصير اسمها تيرا كلاسيك طبعا أصدقائي إذا بتشوفوا هالسيناريو فهالسيناريو القريب من سيناريو الإثريوم والإثريوم وكلاسيك طبعا أصدقائي في شغري لازم نوضحها مع بعضنا اليوم زادت كمية كبيرة من قطع اليو اس تي مع الشركة الشركة كانت تحتوي فقط على 55 مليون قطع من اليو اس تي طبعا اليوم صار عدد القطع 1.85 مليار قطع من عملة اليو اس تي طبعا تناقص عدد الأفاكس طبعا عدد المحفظة أو نسبة مئوية للأفاكس في المحفظة كانت 71% تناقصت وصارت 21% طبعا بيتكوين لا يزال عدد القطع بيتكوين ثابت 311 طبعا هذه الصورة حاليا أصدقائي نفرجيكم الصورة المحفظة قبل 48 ساعة طبعا أصدقائي هذه الصورة بتاريخ 16-5 ساعة الرابعة عصرا طبعا نشوف انه 71% من القطع اللي هي تحت اسم افاكس او افاكس وطبعا عدد قطع اليو اس تي خمسين مليون قطعة فقط وطبعا البي ام بي كان عدد البي ام بي 40 الف قطعة فقط او 39900 طبعا لو كانت تحتوي على البيتكوين وكانت نسبة اليو اس تي قليلة جدا حاليا الزقاء ارتفع نسبة اليو اس تي وظهر البيتكوين بقيمة 316 قطعة طبعا وقلت نسبة الافاكس ولا يزال البي ام بي بقيمة 39.9 الف قطعة طبعا اصدقائي نحن ننتظر ارتدادة مفرحة لعملة لونة طبعا بسبب الانهيار الكبير اللي صار في البيتكوين او الهبوط الحادي اللي صار في البيتكوين اليوم عملة لونة لم تتأثر ولكن تمشي حاليا بشكل عرضي من توقع انفجار لعملة لونة اصدقائي ممكن تصل لمناطق ما بين 30 الى 50 يعني من 0.305 الى 0.307 هاي المناطق اللي انا حيطها كاهداف قريبة اما الاهداف البعيدة اصدقائي انا متوقع ازالة احد اصفار في الوقت القريب جدا طبعا ممكن طرح الشبكة الجديدة والتخلي عملة لونة اكبر من لونة لهيك اصدقائي اذا تم التخلي عملة لونة ممكن ترتفع عملة لونة في الايام القادمة اصدقائي بكم وصنا على هذا الفيديو اشتركوا في القناة وانتقائي ازالة الجرس اضطلق على اللايك حتى يوصل لك كل يزيد في عملة لونة رقمي مع السلامة بدونتم من خير موسيقى